اشتركوا في القناة سنذهب إلى المدرسة يعرف شيء اسمها لا أريد أن أقول لحد ليه ليه يعني why أقول حاجة بديني السورة دي وبيقول دينة بتقول لآدم what is this وده سؤال اللي قلنا قبل كده ما نحب نسل على أي حاجة نقول what is this هو أي ده فأدم بجواب عليها بيقولها it is a shadow ده ظل وهنا ممكن أقول it is a shadow أو ممكن أقول this is a shadow يعني it is هي هي بالضبط this is اللي تنصح وبعد كده أقول المهم اللي هيجي بعد it is أو اللي هيجي بعد this is يكون singular حاجة واحدة بس مفرد يعني بعد كده آدم بيقول what is this هو أي ده يا دينة أمي الدينة يلاله it is a butterfly shadow butterfly shadow butterfly يعني فراشة وشادو يعني ظل فده ظل الفراشة يعني فيه فراشة طائرة ده الظل بقى بتاعها لأن الدوق أو الشمس أو أي أن كان جاء عليها فعمل لها ظل ما هو لما يبقى فيه دوق وجاء على حاجة بيعمل ظل بيعمل شادو ورا فده بيقول أو هي دينة بتقوله it is a butterfly shadow ده ظل الفراشة بقى كده دينة في الصورة دي بيتقول لأدم بص يا آدم it is a be shadow it is a be shadow ده ظل نحلة بص كده ظل النحلة ده عامل إزاي فأدم قال لها آه yes أيوة فعلا ده ظل النحلة بعد كده آدم بيقول لي دينة في الصورة دي أوه بص بص كده يا دينة they are flowers shadows ده كمان فيه ظلال للورد أمي دينة قيت له آه yes أيوة فعلا عندك حق بعد كده في الصورة دي آدم بيقول لي دينة look بص كده يا دينة why is my shadow small why is my shadow small هو أنا ليه الظل بتاعي صغير فقامت البيزي بي ردت عليه وقالت له the sun is far الشمس بعيدة وده السبب اللي مخلي الظل بتاعك صغير فبتقول له our shadows are small our shadows الظلال بتاعتنا are small بتكون صغير عليه عشان the sun is far فكل ما الشمس هتبقى بعيدة كل ما الظل بتاعك هيبقى صغير كل ما الشمس هتبقى ورايبة كل ما الظل بتاعك هيبقى كبير آدم ودينة ردوا على البيزي بي وقالوا لها thank you بيزي بي شكرا لك يا بيزي بي بعد كده بيديني exercise وبيديني shadow لكل حاجة موجودة وعايز نعرف الشادو ده بتاع ايه فاول حاجة بيقول لي كده it is a butterfly shadow ولا b shadow انت شايف كده في السورة دي ان ده ظل بتاع نحلة ولا بتاع فراشة جاوب يلا عشان اعرف انت جابتها صحة ولا لا بعد كده السؤال التاني بيقول it is a flower shadow ولا tree shadow في السورة دي انت شايف ظل للشجرة ولا ظل للوردة ثالث جملة بيقول لي the sun is far ولا near الشمس قريبة ولا بعيدة our shadows are big ولا small علشان كده الظلال بتاعتنا كبيرة ولا صغيرة زي ما قلت لك كل ما الشمس هتبقى بعيدة كل ما الشادو هيبقى small وكل ما الشمس هتبقى قريبة كل ما الشادو هيبقى big جاوب يلا على الاربع سئلة دول وقل لي جابتهم صح ولا لا وعايز اقول لك في المرحلة دي كأم زي ما قلت لك في اول الكورس هقول لك برضو تاني وحنا في نص الكورس كده ان مش مطلوب ابدا فيه كمية كبيرة ولا معلومات كتيرة في المرحلة دي هو فيه بس كلمات بسيطة هيحفظها مش اكتر ويعرف بقى معلومات زي the sun is far لشان كده the shadow is small the sun is near كده the shadow big والكلام ده كله وان الشجرة ليها stem وليها root وليها leaves والكلام ده هو مش مفروض يطلع من المرحلة او من الاستاج دي عارف اكتر من اللي انا بقوله ده دلوقتي فبلاش نضغط او نشتكي او نقول ان المحتوى ضعيف او 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 الكلام ده هو ده الكتاب بتاع الوزارة ده اللي بنشرح منه فارجوكم خدوا بس المعلومات البسيطة دي ونموها في الاولاد يعني مش بس بقى فيه كمية وخلاص احنا عايزين يطلعوا المعلومات البسيطة دي يطلعوا عارفينها عشان لما يروحوا الاعلى من كده او اكبر من كده يكونوا مرتاحين فيها ويبقى عندهم كل الكاميات اللي احنا طلعناها دي بقدروا انطقوها بشكل كويس جدا كمان بيسمعوها بشكل كويس جدا وبكده نكون خلاصنا اللسن ده وتعمل هومورك وفيه تاست طبعا خلاصة ما فيش هومورك تعمل التاست اللي موجود في اخر اليونت ده بعد كده نيجي اليونت فور باس Energikum ان شاء الله مره اج했 سلام طيب ان شاء الله ده هيكون class number 12 وهنا هتكلم فيه على تأثير الماجيك اي على فاول جديد وهو حرف الاي كده يابقى احنا اخدنا تأثيره على الحرف الاي وتأثيره على الحرف الاو وتأثيره على الحرف الاي ومش هناخد الايräش عشان ما الا ما تكون جلوة قلت عشان ده لسه بادري عليه هناخد بس الاي لابقى و remarkable ومن تأثيرadan التلاي إيه؟ من تأثير اه الماجيك لو مش فاكر تبقى مشكلة لو مش فاكر تبقى مشكلة لو مش فاكر ركز معها عشان اولو املك تاني قبل كده ان حرف A بتأثر بال E لما بيكون خليها اسمو احسن لور كيس ايه لور كيس دي لور كيس هنا قلتك ان تأثير الماجيك اي على حرف A انه بدلا ما بيبقى A تبقى A زي فات تبقى فيت زي كات تبقى كيت وزي ماد يبقى ميد هو ده تأثير الماجيك ايه على حرف A عندي بقى تأثير الماجيك ايه على حرف O مثلا من كلمة تن تبقى تون كلمة زون تبقى زون من كلمة تبقى كلمة هم تبقى هوم وده كان تأثير الماجيك ايه على حرف O دول خدناه في كلاس نمبر 10 هنا بقى ان شاء الله في كلاس نمبر 12 هنتكلم على تأثير حرف ايه على ايه على فاكر لما قلت لك ان من تاعة كده 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 ودي اسمها لت ودي اسمها من ودي اسمها هن ودي اسمها زن طيب ايه بقى تأثير الماجيك ايه هتحط الكلمة زي ما هي بالظبط بس هتحط ايه هتحط الها ايه هتححط الها ايه هتحط الها ايه هتحط الها ايه هتحط الها ايه كده خلصنا هو انك بتع�� الâu سي في سي ورد له هي اي خلص لها ايه مizz bra تمام تحط الها الايه اللي في الاخر من ست فقق fronts اللي ايه تقول لك ما تنتقي انا مش عايزة اتنتق انت مصر مش عايزة اتنتق والله ما عايزت اتنتق أنا أريدك فجعل الإي طويل بدلا بدلا بدء مما تتغ온 الإي فهين يا أمراyw سيت سايت اسبقط لايت من بفضل عملايد لي أن أجعل الغراء ده مع اولادك في البيت لازم 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 مرنوهم عملوا كتير جدا عايز اشوفكم كده اشتر ناس طيب دي هن 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 تبقى دي هاين 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 زن 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 زاين 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 بس كده طيب تعال انقلف احنا اي احنا 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 ا زي ما هي وحط اي حرف انت عايزه. يلا زد بقت زين. ام بقت ماين. تي بقت تاين. اف بقت فاين. ار بقت راين. ام ان بقت ناين. انت متخيل? هو ده السلب الخلاص. ده مقطع. مقطع الماجيك ايه? اكتفي اللي انت عايزه. طيب يعان. بلاش? عايز اكتب كلمة وا prakt. اهوا. د debليو? صوتها وا 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 وا. صوت ال دبليو. وا 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 ادي ايد ايっぐ ايد 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 يلا يلا بينا بقى شيل الجابلي وحط ر بقيت رايد شيل الر وحط دي بقيت تايد شيل تي وحط ام بقيت معايد شيل الام وحط زد بقيت زايد خلاص انت بقيت شاطر اكتب السلب الخلاص قعد مع ابنك اكتبوا سلبلز كتيرة تقدر تكتبي مئة كلمة لو عايزة بلا اكتبي عايزة اكتب كلمة فاير اعيزة اكتب كلمة واير ار اي ووير اعيزة اكتب كلمة ها 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 ات اعيزة اكتب كلمة زاير اعيزة تكتب ايه حتيك اكتب اللي انت عاوزها حطي اي. وحط الكلمات اللي انت حط الحروف اللي انت عاوزها كلها. خلصنا. صعب والله ما صعب. تعال بقى اعملك التلاتة في جدوى الواحد. بوريه تأثير الماجيك ايه على التلاتة. اول حاجة كان على حرف الاي. كان على حرف الاو. كان على حرف الاي. يلا بينا هول حاجة كان من فات بقى فيت ومن مات بقى ميت ومن كات بقى كيت ومن تن بقى تون ومن زن بقى زون ومن من بقى مون وهنا من ست بقى صايت ومن من بقى مين ومن بقى مين خلصت هو ده تأثير الماجيك اي على الاي وعلى الاو وعلى الاي المهم ان يكون الاي كونسننت اي او كونسننت اي اي كونسننت اي وكده نكون خلصنا كل حاجة احنا محتاجين نعرفها عن الماجيك اي ونقدر نكتب كلمة مش بس سي في سي ورد لأ ده كمان نقدر نكتب سي في سي اي او سي بي سي اي او سي بي سي اي او سي بي سي بي الله ينهر عليك شاطر جدا اي مبسوط جدا باداك وعيدك دايما تعمل وتعمل كل حاجة انا بطلبها منك واتناني بقى في الكلاس البعض كده سلام